دلوقتي نتيب حضرتكم مع موجز لهم وآخر العنباء مع دينا تفضلي دينا شكرا لك بسانت الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يتواصل تسير الجسر الجوية الذي تقوم به الدولة لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن ووضعت الدولة قطة متكاملة لاستقبال رحلات العودة لحجاج بيت الله الحرام لتسهيل إنهاء إجراءات الوصول وخاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مع ضرورة الالتزام بنفس المستوى الذي تم خلال سفرهم لأداء فريضة الحج استشد ثلاثة فلسطينيين وأصيب خمسة وعشرين أخرون بينهم سبعة بجروح خطيرة جراء عضوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جينين ومخيمها وكانت طائرات الاحتلال قد استهدفت بالصواريخ حدث مواقع داخل مغيم جينين وعلى أطرافه وفي أعقاب عملية القصف اختحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرفات عسكرية مضرعة مدينة جينين من عدة محاور وحاصرت مخيم جينين وأيضا من جانبها أكدت الرئاسة الفلسطينية أن الأبن والاستقرار لن يتحقق في المنطقة ما لم يشعر بهم الشعب الفلسطيني وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة إن ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جينين ومخيمها جريمة حرب جديدة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل أعلن الجيش السوداني تمشيط وتنظيف معاقل قوات الدعم السريع في منطقة أم درمان شمال غرب على العاصمة الخرطوم بعد أن شهدت اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة بين الجيش والدعم السريع وأفدت منظمات العمل الإنساني بأن ولاية نيل الأبيض جنوب الخرطوم تستقبل أعدادا متزايدا من النازحين محدرة من خطورة الوضع في ظل الاشتباه بحالة إصابة بالحصبة وسوء التغذية لدى الأطفال أعلنت السلطات الفرنسية عن فرض حظر التجوال الليلي في عشر بلديات شمالي البلاد في إطار مسعيها لوقف أعمال العنفة المستمرة منذ أيام يأتي هذا في الوقت الذي أصدر فيه الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون تعليماته للبدء بعمل متأنن وطويل الأمد لفهم ما حدث في فرنسا وأكلف ماكرون خلال اجتماع طارئ مع أعضاء الحكومة الفرنسية كلف كل من وزيري الداخلية والعدل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من الاضطرابات التي تشهدها البلاد مشيرا إلى أن الحكومة ستكون إلى جانب الشرطة وعنصر الدرك لفعل ما هو ضروري لاستعادة النظام أعلنت أوكرانيا أن قواتها تخوض معارك دارية ضد قوات الروسية التي تمكنت من التقدم في أربع مناطق على خط الجبهة شرق البلاد وأوضحت نائب التوازير الدفاع غانا ماليار إن معارك دارية تدور في كل مكان وأن الوضع معقد في عدة جبهات مشيرة في الوقت نفسه إلى أن قوات الأوكرانية تتقدم من جهتها في منطقة واحدة شرق البلاد ومنطقتين في جنوبها قالت رئيسة هيئة الخدمات الصحية الوطنية في أنجلترا أماندا بيرتشارد إن المرضى يدفعون ثمن الفشل في وقف الإضرابات في الخدمة الصحية وأضافت أن الإضراب تسبب في إضراب كبير وسيزداد سوءا في الجولة المقبلة من الإضرابات في وقت لاحق من هذا الشهر وواجهت الخدمة الصحية الإضراب طوال هذا العام وشارك به الأطباء والممرضات وعمال الإسعاف للمطالبة بزيادة الإجور بسبب التضخم في بريطانيا ورياضيا حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهل وفيوتر التي جمعت بينهما في إطار مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري ممتاز وبهذا التعادل يحتل الأهل صدر الترتيب الدوري برصيد 69 نقطة حصل عليها بعد خوض 27 مباراة بينما يتواجد فيوتشر في المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة ولديه 58 نقطة جمعها بعد خوض 32 مواجهة ختم ومجزء الثامنة فاصل ونوض لحظاكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر موسيقى موسيقى موسيقى